وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وكانوا يعلمون من نعته وصفته الكثير والكثير فكانوا يعلمون أن بين كتفيه خاتم النبوة وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بفحاش ولا بصخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويخفر وأن أمته الحمدون يحمدون الله في السراء والضراء ويوضئون أطرافهم يصفون في صلاتهم كما يصفون في كتالهم ويسمع مناديهم في جو السماء وكانوا يعلمون أيضا أن ذاك النبي سيصلي إلى قبلتين مختلفتين وبالطبع لم يترك أهل الكتاب تلك النبوات في كتبهم وإلا لآمن منهم الكثير فأخفوها وبدلوها وحرفوها وكتموها عن الجميع لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره هنلاقي بعض الإشارات في إنجيل يحنى في الإصحاح رقم 4 عن لقاء بين امرأة سامرية ويسوع المسيح أيسى عليه السلام وإلا لها نلاقي فيه فقالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أرشاليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه قال لها يسوع يامرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أرشاليم تسجدون للآب وما الله بغافل عما يعملون بل سيحاسبهم حسابا عسيرا يوم القيامة ويجازيهم عن أعمالهم وما الله بغافل عما يعملون ونفي الغفل عن الله عز وجل يقتدي إثبات كمال العلم والإحاطة لله عز وجل جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة